نحن في الجلسة الثانية في الدورة العالية لشهر يامير 2017 سبق مناع في الدورة الأولى ونصرقنا على مجموعة سلمي النقاط أما لدينا جدو الأعمال محدد هو ثمد أغو بعمد سيد رئيس جامعة المحددين بفاس ثم هناك قفة ثانية حصل نتيجة ميزانية السية لسنة 2017 ثم برمجة فاحد ميزانية كذلك برسم سنة 2017 في البداية لابد أن أخبر المجلس باعتدار سيد الولي وكذلك سيد الكاتب العام نظراً لدورة طارئة والاجتماعات في هذا الصباح مع ممثلين على مستوى الزرارات الداخلية فيما يتعلق بإنمية على مستوى الجهة وكذلك مدينة فاس ولكن سيبتحق لنا سيد الكاتب العام لاحقاً لمواصلة أشعر هذه الدورة سيد الرئيس سيد المحسل السلطان السادة أعضاء مجلس العملاء المنطلين الحضور الكريم في إطار إحقاظ الدورة العادية لشهر يناير 2018 وطبقاً للمادة 29 من القانون تنظيم رقم 112 رعتاش متعلق بالعملات والأقالين وكذلك المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس العمالة عقدت لجنة الماء الطاقة والبيا اجتماعاً بتاريخ 26 شتنبر 2017 تدرس فيه استاذ الحاضرون المشاكل التارية تدبير النفايات الطبية التلوث الخصاص في الطاقة بالعالم القرار عدد طبقة اللجنة على تقديم التوصيات التارية إلى المجلس الموقع أولاً طلب عقد لقاءات مع المسؤولين على البقاء الصحة بعملات فاز حول موضوع تدبير النفايات الطبية ثانياً طلب تفعيل القوانين المنظمة لضجيش السيارات وأوقات الحفالات ثالثاً عقد لقاء مع مديرة الحوض المائي لسابو حول جفاف بعض العيون بجماعة عين بيضاء ونقص مياه حمد سكرار رابعاً النظر في إمكانية استفادات التواوى المجاورة للمطرح المهم المتواجد بطراب جماعة عين بيضاء للطاقة التهربائية المتخرجة كما عقدت اللجنة اجتماعاً بطارق 25 جنبل 2019 من أجل دراسة برنامج جمعية عمالة فاز وإقدار ملاحظات وابتناحات جداً أكبر وقد سرق ذكرها في الجلسة الأولى من هذه الدورة نتركض من السيد الرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والقصة والثقافة والريادة والسيد الرئيس لجنة التخطيط والتنمية الحرارية والقرارية والإنعاشة الاستثمار ومتحدة بإقدام برنامج تنمية عمالة فاز وشكراً سيد الرئيس شكراً سيد الرئيسة الجمع نرحب لجميع التخطيطات لديكم وأننا نكتب على أتمي الاستعداد لتعامل مع هذه التوصيات كما صبق لنا أن استجبنا لكثير من المطالب أكبركم وكذلك لجنة الأطراق وصبق لسيد الدكتور حميد فتح أن طالب في هذه الجلسات بموافط جميع الأعضاء بالاتفاقيات التي صدقنا عليها يليكم عنا واحد لطبق بضوء أما من هذا الشمع فور الاتفاقيات يصدق لها المجلس خلال مدة متدارة 2016-2017 الآن استجابة لهذا الطلب تم الترتيب من هذه الاتفاقيات حسب السنوات وحسب تاريخ المصادقة على كل اتفاقية وهي الآن بين أيديكم في الميلف يعني دمنا محتوى الميلف لسالة 2016-2017 اتفاقية ولسالة 2017 بما فيها الملحقة لسالة 2014 اتفاقية فهي موجودة بين أيديكم وهذا استجابة كذلك إلى توصيات هذه الجنة بتوصياتكم طريقة الحل من تدارس هذا لسالة استجابة لما يمكن أن نستجيبع له رشرة سيد رئيس السيد موتي السلطة الإخوة الحاضرين تقرير حول اجتماع لجنة الميزانية وشؤون المالية والبرمجة المنعقد يوم الثلاثة 16 يناير 2018 وهي الجنسة الثالثة عقدة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الجنسة الثالثة في إطار التحضير لعقد الضورة العادية للمجلس لشهر يناير 2018 وتطبيقاً لمقتضيات المادة 9-20 من القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعملات والأقاليم وللمادة 51 من النظام الداخلي للمجلس الاجتماع اليوم الثلاثة 16 يناير 2018 على الساعة الثالثة مساءً برئاسة السيدة عبد الواحد المدغري العلوي رئيس اللجنة وحضور السادة أعضاء المجلس كما حضرت هذا الاجتماع السيدة هندة بودان النائبة الأولى لرئيس المجلس والسادة قطور المجلس وقد تضمن جدول الأعمال النقطتين التاليتين هما أولاً حصر نتيجة ميزانية السيئة ثانياً برمجته الفائد برسم ميزانية 2017 في مستهل هذا الاجتماع رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة الحاضرين وشكرهم على الحضور وهذه اللجنة الثالثة تأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة لدراسة محتنى في النقاط المدرجة في جدول أعمال الطورة الأعادية لمجلس عمالات فاس لشهر يناير 2018 النقطة الأولى حصر نتيجة ميزانية السيئة لسنة 2017 في البداية قدم لسادة الأعضاء توضيحات بخصوص نتائج حصر ميزانية السيئة لسنة 2017 التي قدر ببلغها بـ 14.774.849.15 وقد أبدى السادة الأعضاء موافقتهم على هذه النتائج النقطة الثانية برمجة الفائد لنصل ميزانية 2017 قدم السيد الرئيس في بداية دراسة هذه النقطة توضيحات بخصوص الفائد القابل للبرمجة والبال بقدره 14.774.849.000 والذي رصد لمشاريع متعددة ونوقش بندًا بندًا وبصفة مدقة أبدى السادة الأعضاء ملاحظات واقتراحات حول المشاريع المعنية بالبرمجة وهو ما يمكن إجماله في ما يلي دعم النقل المدرسي ببعض الأحياء مثل بن سودا وضوار الريافة وقد راعت اللجنة نوع من توازن بين الجماعات المكونة للعمال الالتفات إلى دور الحجليس الذي كان محسوباً على عالم القراوي ثم ألحق بالمجال الحضري لمدنة التفاس موجود في مقاطعة المارينيين إذ ما زالت ساكنته المقدرة بحوالي 1500 نسمة تعاني من عدم الإنارة العموية التي كانت تستفيد منها حين كانت تابعة لجماعة عين الله ضرورة دعم هذه الدوار في إطار برامج مبادرة المحلية التنقية البشرية التأكيد مرة أخرى على ضرورة رفع التوصية المتعلقة بتعديل المادة 194 من القانون التنظيمي 112 المتعلق بالأقاليم والعملات والمتعلقة بحصر الميزانية في 31 يناير من سنة المولية في حين أن الدورة العادية لشهر يناير كما يصل المشريع تعقاد مجلوبا في الاثنين الثاني من شهر يناير الأمر الذي يجعل الحصر النهائي الميزاني كثير متأخرا عن عقادي الدورة اقتراح إدراج مدرسة أيد صالح بالجماعة الترابية لعين بيضاء ضمن البند الخاص بالصيانة التنصيق مع الجماعات الترابية بخصوص ترتيب الطرق التي سيشرع في صيانتها خاصة وأن الجماعات الترابية الأخرى برمجت في ميزانيتها مشاريع صيانة المسألك والممرات الجماعية إيجاد حل مشكل معادلة تزويد سكان بالماء الصالح للشرب الذي تتولاه الودانيات ذلك أن بعض الدواوير يصلها صبيب ضعيف من الماء في حين أن أخرى تشكو من ارتفاع الصبيب إلى مستوى تنفجر معه أنابي بالمياه وفي الأخير صادر أعضاء اللجنة عن هاتين النقطتين بالإجماع والكلمة السيد الرئيس شكرا السيد الرئيس المحترم على تقريركم الواضح وعلى حضوركم ومواكدتكم لإشغال الجنة المالية كونوا متفكينين بأننا طرحنا على جميع التوصيات الصادرة لنتعلم إجاباً مع جوليه الآن وعلى سهال مشكلة للمياه بالضواء المتحدة عندها بجماعات عين بيضاء وجماعاته الضيب وإنما كانت بوقنا أن تعرض علينا اتفاق من أجل المصادقة عليها وتسويت عليها خلال هذه الدورة والذورة استثنائية ستعرض خلال دورة استثنائية أو في الدورة العالية إن شاء الله لحل هذه المشكلة في إطار برمجة يالي اعتمادات المالية هناك برمجة محددة تكون فرية 90-60 مليون ديالدرهم وهذه جاءة برمجة بنوياه المجرسة عاملة سيستاذ خارفية ولد 12 مليا يعني 3 مليون درهم برمجة من عفاً 2018 مليون درهم وسام برمجة من شاء الله في 2019 وكذلك تأجون مليون ديالدرهم مع بلقى الشركات وي جامعات وعين بيضاء وكذلك مع المستوى الحكومي ومحتى مع الجهة إذن بالنسبة لأن الترسية المتغلقة بالتعديل من 1994 أخبركم بصفاتي نيابية بمقترح القانون في هذا الجالب إلى جانب الجمهة المستشارة البرلمانية بالتعديل إلى مختلف الأحزاب السياسية المقترب للبرلمان لأن نزيل أو الرئيس الممارس والذي يحسه بإطار القانون في حين أن الضمان اللي بعيدة تصير جامعي ويعتبره أمراً عادياً التي نحن نعاني إلى حول تبالح لم نستطع الحصر ومدك لأنها ربما ستكون مداخل إضافياً خارج هذا الحصر ستمر مش في دور الستمعين لأن يسعب ذلك مع المصابع الخزينة العامة